الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن السراط المستقيم سراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي بيده المن وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليهلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فتور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسعا إليك البصر خاسعا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير إذا ألقوا فيها سمعوا لها شريحا وهي تفور تكاد تميز من الغير كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير قالوا بلى قد جاءنا نظير فكذبنا وقلنا ما نزل الله من شيء إن أنتم إلا في ضلال كبير وقالوا لو كنا نسمع أو نأقل ما كنا في أصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير إن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفر لهم مغفرة وأجر كبير وأسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلقه هو اللطيف الخبير هو الذي جعل لكم الأرض ظلولا فامشوا في مناكبها وكنوا من رزقه وإليه النشو أأمنتم من في السماع أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماع أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبض ما يمسك ظن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير أمن هذا الذي وجود لكم ينصركم من دون الرحمن إن الكافرون إلا في غرور أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجوا في عطو ونفور أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدا أمن يمشي سويا على أسراط مستقيم قل هو الذي أنشعكم وجعل لكم السمع والأغصار والأفقد قل إلى ما تشكرون قل هو الذي ذراكم في الأرض وإليه تبشرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذيا مبين فلن أرأوا زلفة سيئة وجوه الذين كفروا وقيل هذا الذي كنتم به تدعون قل أرأيتم إن أعلكني الله ومن معيعه رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا فستعلمون من هو في ضلال مبين قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا فمن يأتيكم بماء نعيم الله